محمد صلاح بقى دلوقتي واحد من أهم لعب العالم اللي لم يكن أهمهم على الإطلاق وبينفس بأداءه المميز على جيزة الكرة الزهبية اللي بياخدها أفضل لعب في العالم مع اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة نيج مريا المدريد ولكن لحد دلوقتي ما تمش الإعلان عن القايمة المنافسة على الجيزة وطبعا مستوى صلاح فأرض الملعب لازم ينعكس على الراتب اللي بيحصل عليه فراتب محمد صلاح الأول مع فريق المؤولين العرب في الدور المصري ما كانش بيتخطى لتلاتين ألف جنيه سنويا ودي مفاجأة بالنسبة للبعض راتب صلاح قفز من تلاتين ألف جنيه مصري سنويا لحوالي 11 مليون يورو في الموسم من أول ما سرته لحد دلوقتي مجلة فوربس أكدت أن اللي تحصل عليه صلاح في السنة اللي فاتت ووصل حوالي 43 مليون يورو متقسمة ما بين 25 مليون كاراتبه سنويا و18 مليون يورو من الإرادات اللي بتشمل حملات الدعاية والإعلان وعقود الرعاية ولكن لو رجعنا كده بالزمن هنلاقي أن العقد الاحترافي الأول لمحمد صلاح مع المؤولين العرب كان بياخد فيه تلاتين ألف جنيه مصري وبعد ما تقلق بقى ياخد 150 ألف جنيه وده وفقا لتصرحات رسمية من مسؤولين النادي نفسه بعدها صلاح انضم للبازل السويسري وحصل على 2.5 مليون يورو وكان بياخد راتب سنوي بيقدر ب350 ألف يورو وده بعد ما تقلق مع المقولون وسجل 12 هدف وصنع 6 تنين في 44 مباراة محمد صلاح تقلق مع بازل أكتر بكتير من المؤولين وسجل 20 هدف وصنع 17 في 79 مباراة بس مع الفريق السويسري وتقلق في مباريات الفريق أمام تشيلسي في بطول الدوري أبطال أوروبا عشان يجروا يتعاقدوا معاه في الموسم اللي بعده مقابل 13 مليون يورو وهيحصل فيها صلاح على راتب سنوي ويقدر بمليون و250 ألف يورو صلاح مقدمش المطلوب مع تشيلسي لأنه ما شاركش كتير وما كانش عنده الخبرات الكافية وقتها بس سجل هدفين في 881 دقيقة بعدها فيورنتينا استعار محمد صلاح لمدة أربع شهور عشان يستعيد توهجه ويسجل تسع أهداف في 26 مباراة منهم هدف الشهير في يوفنتس وده خل روما بتتعاقد مع صلاح في أغسطس 2015 لمدة سنة مقابل 5 ملايين يورو وبعدها قرروا يشتروا بشكل نهائي مقابل 15 مليون يورو راتب صلاح مع الزئاب الإيطالية وفقا للعديد من الصحف اللي أكدت أنه كان بيحصل على 3.5 مليون يورو سنويا صلاح أبدع معرومة وساهم في 56 هدف في 83 مباراة سجل منهم 34 وصنع 22 تانيين عشان يقرر بعدها ليبربول في بداية موسم 2017 و2018 يخلي محمد صلاح وقتها الصفقة الأغلى في تاريخ النادي بعد ما قرروا يشتروا من روما بمقابل 42 مليون يورو محمد صلاح مع روما كان بيحصل على راتب أسبوعي 100 ألف جنيه استرليني وبعد موسم خيالي مع الريدز سجل فيه 44 هدف بجميع المسابقات قررت إدارة النادي مضاعف ترتبه ليحصل على 200 ألف جنيه استرليني أسبوعيا وكمان تمديد عقده حتى يونيو 2023 في الفترة الحالية تقارير صحفية أكدت أن صلاح لو وافق على تجديد عقده مع ليبربول فراتبه الجديد مش هيقل عن 400 ألف جنيه استرليني أسبوعيا عشان يكون وقتها صاحب الراتب الأكبر في صفوف الفريق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر